وخبرنا الثاني مشاهدينا اكتشاف جديد توصل لعلماء في جامعة هلنسكي في فلندا وجدوا نوع من بكتيريا الأمعاء اللي بتسبب تكتلات الخلايا العصبية بتكون مدمرة خاصة لدى مرضى الباركنسون اكتشاف هذا النوع من البكتيريا حيفتح باب لتطوير علاجات لكل من يعني من الباركنسون واللي هو مرض عصبي تنكسي ومستعصي اشتركوا في القناة